اللي نعلق على هذه الصورة بالتحديد ويدقول أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ محمد الجرحي، أستاذ محمد الدماطي، السيد طبعاً أو الدكتور محمد سراج الدين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وفي طريقهم طبعاً للقاع أو الصالة الخاصة بالقراطيق داخل النادي الأهلي هذه الصالة الجديدة وحديثة الإنشاء واللي بيتم افتتاحها طبعاً في هذه اللحظات كمان دكتور مهند مجدي يقول أعتقد هو أسعد واحد بهذا اليوم بسبب طبعاً افتتاح هذه الصالة وكان حلم بالنسبة له دائما قال لنا كده كابتن خالد فضل لمدارب القراطيق بالنادي الأهلي وقال موقف يعني صابق أن هم كانوا بيتمرنوا في حضور الدكتور مهند مجدي وكانت المطرة بتنزل يعني على مقر التدريب فبالتالي كانوا يتنقلوا للأماكن اللي ينفع يتمرنوا عليها وكان حلم بالنسبة له أن يكون في صالة القراطيق داخل المقر النادي الأهلي في الجزيرة حلم أصبح واقع وخلال لحظات أكيد هنشوف كل التفاصيل الخاصة بهذه الصالة